النهاردة حبايب قلبي هقدم لكم وصفة جديدة وحصري. هنعمل مع بعض صبون الطوب الأحمر. هنعمل من الطوب الأحمر صبون سائل قوي جدا. وحنتكلم مع بعض على فوائد الطوب الأحمر في التنظيف وبيحتوي على ايه. فتعبوا لي حبايبي لهاية الفيديو عشان تشوفوا معي الطريقة خطوة بخطوة. وما تنسوش كده ليتوا تشاركوني برأيكو في التعليقات فضلا وليس امرأنا. ده كده حبايبي شكل الصبون لما قفلت الفلاش بتاع التليفون بصوا شكله جميل ازاي. يلا بينا حبايبي نبدأ الفيديو على بركة الله ويلا بينا نتابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلام بكم اخوتي وحبايبي في الله في قناتنا على اليوتيوب منظفات اقتصادية مع حنان الورائي. يلا بينا حبايبي نبدأ الفيديو كده بالصلاة على رسول الله علي فضل الصلاة والسلام. ونشوف هنعمل من الطوب الاحمر ده هوت. هنعمل بينه صابون سائر ازاي. الصابون ده هوت جميل جدا لان طبعا هقول لكو ده واتي هنعمل الصابون ده مع بعض صابون الطوب. الاحمر هنعمله مع بعض خطوة بخطوة. واتمنى كده لانتو فضلا وليس امرا تتابقوني لهاية الفيديو عشان حنتكلم مع بعض على فواد الطوب الاحمر. وبيحتوي على ايه. بس اول حاجة بعملها. طبعا انا مش هاخد الكمية دي كلها. يعني ده كده يعتبر قلب طوب احمر نصي. فانا مش هستخدمه كله. هي كل الحكاية اللي انا هنستخدمها هي حوالي 3 معالق بس من بودرة الطوب الاحمر. فانا بجيب المبشرة وببشر كدهوة الطوب زي ما انتم شايفين. فبينزل معايا بودرة. فانا هنستخدم من البودرة ديت حوالي 3 معالق كبار من البودرة الطوب الاحمر. ما استغربوش الوصفة. انا هنقول لكم دي واتي على فواد الطوب الاحمر. ايه هي الفواد بتاعته بالنسبة للبواعين. وبيعمل ايه. فحتكلم على كل الحاجات ديت ان شاء الله دلوقتي زي ما انتم شايفين. طبعا انا ورت لكم البودرة. لما ببشروا بينزل معايا بودرة زي ما انتم شايفين. طبعا لسه في بقية المكونات اللي انا هستخدمها العبايل الصبو. دلوقتي. فانا دلوقتي ايه. يعني خلصت كده. دي كده الكمية بقى اللي انا ايه محتاجها. فده كده خلاص بقى لوش لازمة. بس طبعا مش حرميه. لا ده انا هعمل بي وصفات طالية معاكو. ان شاء الله بعد كده وصفات رهيبة جدا. هتشوفوها ان شاء الله في الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده بازن الله. هنعمل بس اول حاجة بقى ايه نجهزها دلوقتي. هنجهز بقى ايه مكونات الصبو. لا. اللي انا ايه هستخدمها. معايا اا ريتل بن الميا. اا بحطه فحل كده زي ما انتم شايفين. لا. وحبدا بقى ايه هنحتاج. اا ثلاث معالق كده كده كبار من البدرة التوب الاحمق. اا زي ما انتم شايفين. لا. يعني طبعا ايه لو. طبعا هي الكمية دي حلوة بالنسبة لي يعني. اا انا بس ما انتم شايفين. اا اا بعد كده اا احط الحلوة ديت على البتاجئ زي. اا وعلشان الميا دي تغلي. عايزها ليها تغلي كويس. اا اا مع مدرة التوب الاحباء. اا اا اول حاجة اللي هو بيساعد في ازالة الضهور. اا وبيساعد برضو في ازالة الروائح الروائح الكريهة. اا طبعا الفواد بتاعته رهيبة بصراحة. انا كده مع الغليان. بصراحة بين الزي. لان هو بيحتوي على مادة مادة كيميائية. اا مادة القلويات. اا اا دي بتبقى رهيبة جدا المادة ديت في ازالة 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 اصعب الدهون. بصراحة بتاعته. اا رغوة طبعية كده. اا فجميلة جدا اللي احنا ندخل بودرة التوب الاحمر دي في الصابون السائل فبيبقى رهيب جدا. بصراحة بتاعته عاملة ازاي. اا مادة القلويات ديت يعني رهيبة مادة كده طبعية في الطوب الاحمر. رهيبة بحدش يعرف الحاجات دي فبقدمها لكم الدهاردة. اا حصري والاول برة على ليتيوب. اا كده انا طفيت بقى ايه كده كده طفيت. اا حتطفل بتاعته. ازاي. وحصفي. اا وحاخد المياه بتاعته. حعمل بيها الصابون بعاكم. وبعد كده اا طبعا البودرة اللي انا حصفيها مش حرميها. انا اجففها واعمل بيها حاجة تانية برضو وصفة تانية. اا معاكم. اا كده انا معي صابونتين ببشره. ما. وحستخدموا بقى ايه معا مية الطوب الاحمر اللي احنا غليناها. شفتوا الرغوة بتاعته اللي هي الطبيعية. اا انا دهوقتي جبت حالة وبصفة. او تجيبي بقى ايه حال اا يعني تصفي في حاجة تانية. اا وتصفي في شاشة. يعني انا دي بصفة انا عاملها عادية عشان اصفي فيها. اا ممكن تجيب انتي حتة شاشة وتفرديها على بصفة وتصفي وتصفي تصفي. اا لان احنا مش عايزين طبعا اللي هو بودرة التوب مش عايزينها في الصابون. دي هنعمل بها وصفة ايه تانية هجففها وعمل بها ايه اا وصفة تانية معاكم. اا دهوقتي بقى ايه هنبدأ نجيب علبة بقى تانية عشان احط فيها الباية اللي انا صفيتها. مية التوب الاحمر وبعد كده هدوم فيها الصابون المبشوء. اا طبعا انا بس عشان اخلص على طول يعني عشان ولا عملا بصور وكده فحسن الباية ايه اا يعني بردت بردت معي شوية عشان الجاو طبعا جاو ساعة عن يومين دول يعني فقلت بقى ايه اا يعني حسن السابون ايه حياخد وقت شوية معمل بيضوب فقلت بقى لانا اضربه في الايه في الخلاط عشان اخلص معاكم على طول فانا حضربه وبعد كده عشان بس ماخدش وقت كده انا ضربت كده او صابون كده في الخلاط وبص الرغوع بتاعته جميله جدا دوقت بقى هدوها اه اضربه وانكمل مع بعض الايضافات اللي ايه ايه اضربه كده انا ضربت كده السابون كده في الخلاط وبص فالرغوع بتاعته اه مش مخصص جدا. يبقى دوقتي بقى ايه نتكلم. احنا شوفنا دوقتي مادة القلويات اللي هي ظهرت في المية والمية اللي التوب كده كان بتغلي على البوتجازة. اه قلنا المادة دي بتساعد في ازالة الدهون. طب تاني حاجة بيحتوي على مادة السيليكا. اه دي بتساعد في ازالة الرواح يعني الرواح الكريهة اللي هي باي حاجة بقى رواح كريهة على الاسطرح البواعي. انا كده ايه بحط اه كيلو من السابولي السائل. تقدر تحطي سابول سائل جاهز او انتي عبلا في البيت. اه وثالث حاجة برضو اه بيحتوي برضو على مادة المادة جميلة جدا. اه هقول لكم عليها. بس انا اه احبا لانا اركز في الوصفة. دوقتي انا بعد بحطيت السابولي السائل. فبقلب فيه اه فيه كويه. اه لحد المكونات كده ما يعني ما تدخل كده مع بعض ديها. وعلى فكرة انا مش هاضيف اه مش هاضيف له اي اضافات. اه هو مجرد اللون اللي انا هاضيفه وخلاص على كده. وعشان هو الرغوة بتاحته زي باتوا شايفين رغوته اه عالية جدا. السابون ده بيبقى يعني ليه رغوة عالية جدا جدا. اه يعني انا حتى لو ما كنتش حطيت اه كيلو السابون السائل فهو برغوته بتبقى عالية عالية جدا بصراح. اه طيب اه برضو اه برضو اه زي ما انتم شايفين قربتوكو الكاميرا كده عشان تشوفوا شكله. فهو بقى عشان صابون التوب الاحمر فانا هاضيف له اه دوقتي هاضيف معاكم اه يعني لون احمر كده عشان اضبط اللون. هو ده كده لونه ايه لونه الطبيعي. اللي بغير اي لون هو ده اللون الطبيعي. اه فيعني ايه حيبقى اللون بتاعه احمر يعني ايه احمر فاتح لما الرغوة دي تهدى عاديك لون احمر فاتح كده. اه فأنا عشان عايزة اللون يبقى اه اه اغمق شوية فبحط ايه بحط اللون احمر بزبط كده اللون ايه على حسب ايه يعني ما انا عايزة. اه فبحط اللون وبقلب في كده اه واحدة واحدة كده. اه زي ما انتم شايفين يعني بزبط اللون وطبعا هو اللون دلوقتي مش حيبان برضو. اه هو اللون دلوقتي اه زي ما انتم شايفين الرغوة مغطية على اللون. نه. فان بفروض ان انا اسيبه لحد ما يهدأ خالص وبعد كده ازبط ازبط ايه اللون لو محتاج احط لون. اه فزي ما انتم شايفين حبيبي قربت الكاميرا كده عشان تشوفوا اه شكله فانا حاسيبه برضو اه لحد ما حاسيبه لحد ما حاسيبه لحد بيهدأ خالص والصابون يرتاح وبعد كده حوالي لكو بقى ايه شكله اه اه ويعني لما الرغوة دي تهدأ ايه خالص. اه اه وثالث حاجة برضو حابة اللي انا اقولكو عليها هو بيحتيه برضو على مادة الالومينا اه دي بيتبقى مضادة للبكتيريا والفطريات اه فا وبردو اه وبردو في ازالة اصعب البقع برضو اه تسوى بقى ايه اه بقع بقس اه بقع صعبة على الملابس بيطلعها لك اه بقع بقع الدهون دهون بحروقة على المواعين كده فبيطلعها لكو بيخلي لك الحاجة اه اي اي حاجة عندك بيخلي لك زي الفل يعني بيشلك اصعب الدهون في ثوانيا كده جربت لكم الرغوة بتاعته زي ما انتم شايفين وهنا بقى لما سيبته لما لما هذا خالص ورغوته هادت خالص اه اه طبعا زي ما انتم شفته جبت الطبق وفيه شوية مياه وخدت بينه شوية صغيرين شوفنا الرغوة بتاعته هنا انا قفلت الفلاش بتاع التيفول عشان تشوفوا اللون بتاعه وبردو بيحتوي على اه مادة اكسيد الحديد المادة دي بتبقى رهيبة رهيبة جدا في تلميع الالمونيا اه فبتبقى رهيبة بصراح اه وكمان اه كمان التوب الاحمر برضو اه برضو بيحمل مواعين الالمونيا من التلف برض يعني بيحافز بيحافز عليها اه زي ما انتم شايفين حبيبي بانا كده عملت معاكم اه سابون التوب الاحمر وتكلمنا على الفوائد اه بتاعته وبيحتوي على ايه فاتبدح حبيبي للفيديو دهاردة اه يكون نال اعجابكم اه والطريقة دهاردة بقى دبالكم لا اول برة على اليوتيوب بتنسوش حبيبي كده تشاركوني برأيكم في التعليقات وتصلوا كده على رسول الله كده في تعليق وتبقى صدق اجارية لي وليكم ان شاء الله اه زي ما انتم شايفين احلى صابون اه احلى صابون واقوى صابون عتعمليه اه حيبقى جميل جدا نه زي ما شوفنا حبيبي الطريقة كانت سهلة جدا وبسيطة وانتظروني في الفيديوهات اللي جاية حشان اه اعدم لكم ان شاء الله كده وصفات رهيبة من التوب الاحمر شكرا لمشاهدة السلام عليكم